السلام عليكم حبيبتي إن شاء الله تكونوا قعب ألف خير اليوم جبت لكم وصفة الطاحينة البنية والبيضة صارحة كانت نصحتني بها واحد طبيبة نعرفها وقالت لي قد دخليها في الأكل تاعك خاصة بناتك إذا رغبهم يزيدوا في الميزان إذا ارحت لليوتيوب للمطبخ السوري يعني تع الشرق الأوسط الشرقيين وقعت انتباح في الوصفات التاحام وندير كما قالوا الصراحة عجبتنا بزاف بزاف والله العظيم لابنين هاد الطاحينة جيبنينا هادي لكم شوفوا فيها بدات هادي أنا ما تبعتش الوصفة كما قال هادك السوري وما نشحت ليش ولكن من بعد رجعتها عقدة شوفوا في أخر الفيديو واللي تبنينا بزاف بزاف المهم شوفوا في أخر الفيديو صارحة كانوا طلبوني هادي زمان أخوات كانوا يقولوا لي ديري لنا الطاحينة ولكن أنا مدك عمري ولا جربتها كنت نقول ما جربتهاش ما نديرش حاجة يعني ما جربتهاش كي جربتها وعجبتني نشاركها معاكم هنا درت الطاحينة البنية وزيت لها شوية العسل الحر وعايتت الريهم وقلت لها دوقيها والله إلا عجبتها بيدون مجاملة عجبتها بزاف بزاف هنا بيت نديلكم الفوكال على المباشر باش تسمعوا ولكن نطول شوية في الفيديو خطش نقعد نستنى فيها باش تدوق وترجع ليها والبيضاء الطحينة البيضاء زيتها شوية شوكولاتة تختيني خطش يجي شوية سامطة يلي قد نزيد لها شوية الحلاوة أنا دوقت هنا يا عجبتني أول مرة غدي ندوق الطحينة وعجبتني بزاف بزاف هنا ريهم مدت بالمغرف شوية قلت ندوقها بالحلاوة صراحة ما عجبتهاش كما نزيد لها الحلاوة قلت يلي قلت نزيد لها ما ديش بنينال وكما نزيد لها شوية حاجة حلوة هنا تاني كنت جربت كما هم يديروا يديروا المتبل بادينجال بيها بالطحينة ولكن أنا قلت ان دي هذا البابا غنوش سلطت على البادينجال مع الفلفلة مشوية والطماطم مشوية والبادينجال مشوية هنا كنت أعطيت الكوتر داقت هي عجبتها ولكن أنا صراحة ها ما نقدبش عليكم سمحوا لي اخواني الشرقيين ما عجبتنيش ما عدنش هد التقافة تحد السلطة مع الطحينة ولكن مشي يعني أنني على روحي أنا كوتر عجبتها ولكن هكينين مطاعم سورية في الجزائر من أروع ما يكون الأكل التي هم بنين بنين بزاف بزاف كما الكبا كين بزاف أكلت سورية بنين ولكن حمص الطحينة وهدي أنا ما يعني ما عجبونيش بزاف سمحوا لي اخواني السورين ولكن أكل نبدو بسم الله هنا عدنا التكنولوجيا اللي عندكم الالكتخومي ناجي روحوا يجيبوها المهم تكون النوعية جيدة باش من بعد كين بدو نرحوا في السمسيم هو صعيب ما يبشيرتها ويلي قد خلو هاد الالكتخومي ناجي التاعكم ترتاح بشي من بعد تنحرق لكم باتوا قدوا تدولي في التعليقات يعني قلتها لكم في اول الفيديو هنا جبت السمسيم هاداك الابيض غرب التهم هادوك الشوائب والحجرة اللي فيه هاد الابيض مفيش بزاف وعاود غادين نقيه حبة بحبة نخاف لا تبقى فيه كش حجرة ولا ولا وطرق غادين نديه فوق النار قليلة في مقلاة ما نحمصه هاش غادين نقلع لها غير رطوبة قد واحد الزوش دقايق على الاكتر ما تخلوش يتحمص انا الوصفة لي ما نشحت ليش في اخر الفيديو شوفوها كنت حمصتها بزاف وما نشحت ليش ولا لي مر لو كانت حمصوه بزاف وتفوتوا له في التحماص يقولي لكم مر حنطل هو اصلا الجلجلان هو اصلا مسكيني صغيور ما فيه شقع الروح لو كانت حمصوه بزاف ينحرب ويقول لي يمر هنا رحيته فرحات على القهوة باش يساعدني رحيت على القهوة بترحي غاية يقولي شغل بودغ شوفو كيفاش ولا نساعد يعني هاداك الابيكسر ولا البلندير يقولي شوفو اي اغوبو يكون عندكم هاداك انتو اخوة تاني رحي غاية هندو غادي نبدأ في الطحينة البيضة جبت هني الغرفة على العاصر ودرت كمية تعزيت كمية تعزيت وتبدو تعليقوا لي في التعليقات نعرفكم ويا شعل دلتي تعزيت ويا طلعت وليق طلعت هنا قلبنا ام محمد الله غالب الوصفة التحينة تقول كي من هاكا بغيتو ما تعرفوا خير من السوريين وشرق الاوسط اللبنانيين وميصريين وقالي احنا ما نعرفوش خير من هم في الطحينة يديروا شوية سمسي مرحي ويتطحنوه بالزيت عاد كي يدي له زيت الزيتون احنا ما نبوش في الضر زيت الزيتون ما يبوش الدوقة بتاعها المهم حرجونا نلقاكم في التعليقات انا نرجع لكم ونقولكم رحكم تأكلوها في المايونيز رحكم تأكلوها في الشوكولات تختيني نيتلا لي تموتو عليها اكتر من نصف التاحة غي زيت الناخيل عاد ماشية تصحية ايو انا فهمتها لكم من الاول يعني شو تنعلق على الفيديو المهم قعد تنزيد في السمسم هادا كل الابيض المطحون ونزيد لها شوية تاع الزيت والله ما بزاف اخواتي هديك الزيت شفتوني كوت ندير غير هاكا بالقرعة دي القرعة تخرج غير خيطان ايوه قعد تنزيد في الزيت ونزيد ننزل هادا كله في الجواني بتاع الغراف باش قاعد ينطحنو كيف كيف هانا كي شفتها بالمورف ما جبنيش القاوام بتاعها جني عادرة رفيه الحوبيبات تاع السمسم زيت عود خليته يلبحن هنا روبوت تاعكم ايلي قداروه وريد خلوه يبرد ولا الموتو بتاعها غادي ينحرق لكم ايلي قدخلوه يبرد طروحوا تديروا صالحكم طروحوا تتغدوا ولو طروحوا تتشربوا قهوة قد ما يبرد عود روحوا تطحنوه وهدا كور قاوام بتاعكي ما شفتوه قاوام املس درته فيه بوقال وكما شفت السوريين قالك باش نديروا تجربة بابلي ناشحة هاد الطحينه نزيدوها شوية تعلمه عفوا كي نزيدوها شوية تعلمه غادي تبدأت تتماسك إذا تتماسكت معانتها ناشحة ايوا انا نزيد الهضروك في الماء وهي بدأت تتماسك وزيت لها عود شوية تعلمه هم يزيدو لها شوية تعاصر الليمون يزيدو لها التوم يستعملوها كسلصه هانا شوفوا فرحت الله كيتماسكت لي كيما قالوا وكيما هو مخرج لهم في الفيديو فرحت خدش كنت نطبقها حرفيا والمراحل حرفيا كيما داروه هم هنا زيتها شوية تعاصر الليمون باش قد ارتبيها هادك البابا غنوج هم قدت لكم يديروها في الكوطرية في الميتابل تعال البدينجال يرخوه 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 بالبابا ميكسر هنأ عود شوفوا كيف شو القاومتها هابيت كي زدنا لها عصر الليمون والماء هناك جتني سامطة زيتها شوية تعال ما ووزيتلها سنينة تعتوم باش استعملتها في هادك السلاطات تتعال هادي تعبابا غنوج شوية البدينجال مع الطماطم مع الفلفل كنت نسيت ما ارتهاش زيتها شوية تعال طحينة خلطهم وعود ديتهم في التبصي هكا زيتهم وزيت لهم هكا شوية تعطاحينة من الفوق وزيت الزيتون وزوقتها بشوية تعال المعدنوس وهي ادواق كل واحده كيفه شده انا من مرة دخلت المطبخ السوري كين بزاف اللي ياكلوا هادك حموء جزائرين ياكلوا حموص بطحينة وياكلوا هادا الميتابل تاع البدينجال اللي بالطحينة كين بزاف انا ناكل واحده اخر تاع السوريين دوك نبدو بسم الله عاود في الطحينة البنية جبت هادا كل السمسم البني هادا اللون تاعه بني غرب الته هو يجي فيه بزاف تاع الحجر وعاود نقيته حبة بحبة وهنا درته في المقلة قد ما نقلع له عاود الرطوبة غير واحدة تزوج دقايق ما تحمسوش بزاف وديجالا كله تاعه رها بنيا قد ما تقلع لها الرطوبة اذا حمصته بزاف غادي يولي الكمر تبقوا الوصفة اللي ما نشحتيش في اخر الوصفة المهم نفس الطريقة شفتوني كوت هاداك الجرجان نتلمسه بيدي ونقدر نتلمسه خطاش ما خليته شي سخن بزاف رحيتها فرحت على القهوة وراني دوك غدي نرحيه غيره هنا قولت نرحيه غيره هنا في البول واستعملت لبغا ميكسر وزيتها كمية على الزيت وراني نرحي حتى نوصل للقهوة اللي راني بغياته كمية الزيت يعني عينكم ميزانكم ومكين وصفات اللي يديروهم بالمقادير يعني هنما ساعدني شادك البول عارض والتاني البغاميكس يخشوفه صخن هني قلعته وخليته يبرد ونعود كي برد عودة نستعمله عودة نجيب لقديم التاعي هاداك اللي نحرق لي هدي زمان في الشوكولاتة تختيني وبديت ندير مره بهذاك الينوكس مره بهذاك البلاستيك ونخلط حتى ولل هاد القوام يعني بغياته استحفظ فيه بفبوقان ودرك هذه الوصفة اللي ما نشحتيش انا ما تبعتش صارحة ما تبعتش دك السوري هو قالهم نجيبه السمسيم الأبيض ونحمصه هو بلك حمصة غير شوية انا زيت له في درجة التحماص خدش وليت نشم ريحة تاعه بزيف شغل نحرق لي درته هنا في هذا التبسي تعلوه باش يبرد باش ما يزيدش يكمل التحماص التاعه ويزيد ينحرق اكتر واكتر هنا قلت ساي هناكي دقته وجاني يمر خطر شو مسكين الجلجل السمسيم لافيش قار روح غي سغير وبالخوف ينحرق قلت ساي الوصفة ما عليش تنجح لي تحدي غادي ندير غير شوية كشو غادي نخلطها ونجلطها وصاعد المهم ما غاديش نرمي هاداك الجلجلان درته هنا غير في البول ومكسيتها غير بالبغام يكسر ورني نزيد لها غير كمية قليلة تاع الزيت شغول غادي نديره حقدة ما عديش نديرها هكا سائلة باش كيمة كيمة الصوس هكا راني نرحي وثاني غادي يزيد يطلق الزيت التاعه يا أصلا نستخرج منه زيت السمسيم هنا بدك جاني يمر زيتها شوية تعال العسل هنا كت عندي هنا شوية تعسل حر ما كاش العسل الحر طبيعية دير العسل المنزلية اللي نصنعوها ما عليش هنا عاود خلط شوية درت غير بول صغير هنا ما يبقى لكمش كبير عاود زيتها ديك شوية اللي بقاتلي في البول هنا لبغام يكسر صاي سخن حده خفت عليه حطيته خليته يبرد ثاني كده اختها عاود جيتني مرة قلت باش نحل اللي ها قلت عندي شوية شوية شوكولات تختيني زيتها له زيتها له هاد الخالط وخلطت بالمغرف والله يجيت بنينة بنينة بزاف بو قال هادك اللي شفتوه كملوه في يومين ريها متطلص في الخبز وتشربها مع القهوة الصبح أنا صحة ما كليتش بزاف خطرش تسمن السمسيم أصلا يسمن كليت غير مغرف عاجبتني كو ما تسمن شو اللح تأنا ناكلها بنينة بزاف ننصحكم بيها يعني هاد الطاحينة جيت بنينة وان شاء الله هالمرة الجاية دوكن ديلكم وصفات كيما قالتهم للطبيبات تع وصفات بتاع التسمين وكي تجربوها خبروني في التعليقات المهم خودوا المراحل كيما أنا ديتهم على السؤال المطبخ السوري خرفيا ونشحت لي الوصفة راكم شفتوه كيما طبقتها شو حمصتها بزاف ما نشحت ليش الوصفة المهم اللي بغام يتسافت تاعكم ولا الغبوت تاعكم ولا البلان داخت تاعكم ما تشغلوش بدون انقاطع يليق مرة على مرة تخلوه يبرد باش ما ينحرك لكم وإلى الملتقى إن شاء الله معكم أخرق مع السلامة